الموضوع الثالث هيكون للباحث أستاذ بشوي القمص يؤنس مدرس مساعد العهد الجديد بالكلية الإكتلاكية اللاهوطية ومدير مركز معلم الأجيال للدراسات الكنسية والبحث المقدم بعنوان البابا شنودة والتعليم الكتابي في البداية اسمحوا لي أن أقدم الشكر الله أولا وأخيرا اللي سمح لي أن أكون مشارك في هذا الحفل المهيب مش مؤتمر ده حفل مهيب باسم البابا شنودة الثالث كما أحب أن أقدم الشكر لقدس البابا تودرس الثاني الراعي للبحث والتعليم والتنقيد في كل ما هو نافع للكنيسة والمجتمع كما أشكر نيافة الأنباء رمية رئيس المركز الثقافي والتلميذ الوافي لقدس البابا شنودة الثالث كما أشكر نيافة الأنباء غبيوس وكل الأباء الكهنة وكل القائمين على إعداد المؤتمر وكما أشكر رئيس الجلسة أبونا بفلي كما أقدم الشكر لمركز معلم الأجيال وعلى رأسه الأباء كهنة كنيسة العزراء مريم بالزيتون وأخصه بالشكر قدس الأب المؤقر القمص بطرس جيد وكل الخدام بالمركز كما أشكر كل السادة والسيدات الحضور الكريم أما عن موضوع البحث تحت عنوان قدسة البابا شنودة الثالث والتعليم الكتابي فقد كان قداسته بالحقيقة مدرسة في كل مناح الحياة الروحية فهو له منهجه ومدرسته في التعليم فلا يكاد يوجد عزة واحدة تخلو من بعض آيات من الكتاب المقدس بعهديه أو شخصية كتابية فقد كتب قداسته في عشرون مجالا من العلوم الكنسية والهو أكثر من مئة وأربعون كتابا والألاف من العزات والألاف من الأسئلة المجابة صوتيا أو كتابيا واسمحوا لي هنا أن أشيد بدور مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث قداست البابا شنودة الثالث بكنيسة العزراء بزيتون وكل محبي قداسته من كان لهم تعب محبة في حفظ ونشر تراث قداست البابا شنودة الثالث فهو صاحب مقولة مهمة وعمقة وتعتبر منها كتابي وهي إنه هناك خطورة في استخدام الآية الوحيدة فلذلك كانت عزاته تضم الكثير من الآيات الكتابية وكيف كانت الآيات الكتابية التي أختارها في صلب الموضوع بالشواهد الصحيحة فكل الآيات هي صحيحة ودقيقة لا تحتاج إلى المراجعة ونرى أمثلة كثيرة في كل عزاته بل وكان يرجع في أحيان كثيرة للاستعانة باللغات اليونانية والقبطية في فهم بعض الألفاظ الكتابية الدقيقة فهو كان يخصص بعض الوقت في تدريس اللغة القبطية قبل محاضرته وكان يعلق على بعض الكلمات والتعبيرات موضحاً أصلها اللغوي مثل عبارة إصنع هذا لذكري موضحاً الأصل اليوناني بالكلمة وأيضاً وضح معنى كلمة أسرار الكنسية وذلك في الرد على رافضي أسرار الكنيسة السبعة في محاضرة لطلبة الكلية الإكليركية اللهوتية بتاريخ 8 أبريل 2003 ولم يكتفي بتدريس الكتاب المقدس بنفسه في الكلية الإكليركية بل قد خصص معهد لدراسة الكتاب المقدس أما عن منهج قداسة البابا شنودة في التعليم الكتابي كان منهج قداسته يقوم على عدة نقاط منها أولاً السيد المسيح هو المعلم الفريد وهو الراعي والمربي وهو كمعلم له تلاميذ كما أن التعليم المسيحي قاوم على التلمزة حتى اليوم ثانياً أن تعليم قداسته هي امتداد لتعليم الآباء الأولين ويتفق معها دائماً وأبداً ثالثاً الحذر من الاقتباسات المنزوعة من سياقها فكان يعلم أنه يجب أن يكون التعليم متكاملاً وليس تعليماً مبتوراً ويستعرض بحثنا قواعد ومبادئ قداسته في التعليم الكتابي كالتالي واحد خطورة استخدام الآية الواحدة كانت هذه القاعدة من أهم مبادئ قداسته فقد أوضح خطورة استخدام الآية الواحدة في كثير من عزاته وخاصة في الرد على الهرطقات والبضع القديمة والحديثة فكثيراً من عزاته في اللاهوت المقارن كان يكررها وهو كان يعلم تماماً أهمية الكتاب المقدس في حياة الإنسان فقد ألقى محاضرة من أروع المحاضرات التي سمعناها بعنوان أهمية الكتاب المقدس في حياة الإنسان في تاريخ 21 فبراير 2007 موضحاً فيها أن كلام الله هو سراج ونور للإنسان فكلمات الرب دائماً مضية وقد تم عمل دراسة على بعض عزات قداسته على سبيل المثال عزة واحدة بعنوان من له أذنان للسمع فليسمع بتاريخ 29 مارس 1789 وقد ذكر في تلك العزة فقط 47 آية من الكتاب المقدس في عزة واحدة بس ذكر 47 آية من الكتاب المقدس أما عن الكتب ففي كتاب مثلاً تأملات في أمثال سيد المسيح وهو كتاب يقع في 168 صفحة وصدر عام 2001 وقد حوى في طيات هذا الكتاب 814 آية من الكتاب المقدس في كتاب واحد 814 آية أما النقطة الثانية فهي أهمية الكتاب المقدس في حياة الإنسان وكان يؤمن قداسته بأهمية الكتاب المقدس غير قاصرة على اقتناء الكتاب المقدس أو حفظ آياتي بل لها أصول وخطوات واضحة في عزة بعنوان أهمية الكتاب المقدس في حياة الإنسان بتاريخ 21 فبراير 2007 موضحاً أن هناك أربعة خطوات أربعة خطوات عملية في علاقتنا بالكتاب المقدس أولاً اقتناء الكتاب المقدس هي الخطوة الأولى ثانياً قراءة الكتاب بانتظام ثالثاً التأمل في آيات الكتاب المقدس رابعاً العمل بما في الكتاب المقدس ومن أهم كلماتي في هذه العزة الإنسان إذا عمل بما في الكتاب المقدس صار إنجيلاً معاشاً النقطة الثالثة قداسة البابا والترجمات الكتاب المقدس وكان قداسته حريصاً على الترجمة التقيقة للكتاب المقدس فكان قداسته يرفض الترجمات التي تنحرف بالكلمات في الترجمات لتستخدم في أغراض خاصة كما كان يرفض بشدة ترجمة الكتاب المقدس التي تحمل اسم ترجمة العالم الجديد للكتاب المقدس الخاصة بشهود يهوى أربعاً حفظ قداسته لآيات الكتاب المقدس وكان حفظ الآيات سلاح الباب القوي في الرد على كل الهرطقات القديمة والحديثة لينسك فكر لهوتي متكامل من خلال كل الكتاب وليس عن طريق استخدام آية واحدة بل وجزء واحد أو بعض كلمات ليكون فكر لهوتي مسيحي كتابي كما يفعل بعض المبتدعين القدامى والجدد وكأنه يبحر في كل صفحاته ليسقين من مائه بكل سلاسة متنقلاً بين الكثير من أصفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد خمسة ذكر القصص والأمثلة الكتابية أما عن ذكر القصص والأمثلة الكتابية فقد أورد قداستها على سبيل المثال في عزة بعنوان من له أزنان للسمع فليسمع بتاريخ 29 مارس 1989 ميلادية خمسة وعشرين اسماً لشخصية كتابية من الكتاب المقدس في عزة واحدة بعهديه فهو كان ينتقل بين ضفتي الكتاب بكل سهولة وكأنه يبحر بنا بين طيات الكتاب المقدس كشخص يقرأ ويحفظ ويتأمل ويعمل بكل ما يقيم بتعليمه لنا بل ويمكن القول أن سبب من أسباب القوة وفعالية العزل التي كان يلقيها قدسة البابا شنودة الثالث أنها كانت منسوجة من الكتاب المقدس بل ويأتي ويسرد لأغلب القصص من الكتاب المقدس في بساطة مبتدئاً من عهد القديم إلى العهد الجديد ستة تأملات قداسته في آيات الكتاب المقدس فقد كان قداسته يذكر الآية ويدخل في أعماقها وتنفتح الأفكار والتأملات والشواهد الأخرى والشخصيات الكتابية وتأتي التأملات ويكشف المستمع جمال الآية كما لو كان الشخص منه يسمع الآية للمرة الأولى مثال على ذلك عزته بعنوان يجرح ويعصب وعزة بعنوان أين ترعى أين تربض عند الظهيرة وكثيراً من الآيات لذلك قد تكون عزة كاملة لأجل عمق آية واحدة لتفهمها بعمق أكثر وروحانية أعمى النقطة السابعة استخدام الكتاب المقدس وقد أوضح لنا قدسته استخدام الكتاب المقدس في نقاط رئيسية كالتالي واحد يمكنك أن تستخدمه أولاً كمادة للطلاب في الشرح اللهوت أو المواد الكتابية في الكليات اللهوتية أو مدارس الأحد اثنين ويمكن أن يكون الكتاب مادة للتأهيل تأهيل الروحي والنفسي والجسدي والتعامل مع الآخرين ثلاثة أو تتخذ وصائل الكتاب مجالة للتدريب الروحي هناك كثير من الوصائل الكتابية في المجال الروحي يضمها الكتاب المقدس يمكن أن نطبقها للتدريب الروحي في حياتنا أربعة أو تتخذ من قراءة الكتاب مجالة للتوبة من بعض الأمثلة الموجودة كتابياً أمثلة على التوبة خمسة ويمكن أن تتخذ كثيراً من الآيات مجالاً للحفظ النقطة الثامنة مقولات مختارة عن الكتاب المقدس لقدس البابا شنودة أنا اكتفيت ببعض المقولات الصغيرة نستعرض جزء هام من أقوال قدستي عن الكتاب المقدس واحد الكتاب المقدس هو رسالة الله مقدمة إليك ومنزى الذي لا يفرح برسالة الله مقولة الثانية احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل احفظوا المزامير تحفظكم المزامير المقولة الثالثة وإن عزات الكنيسة كلها مبنية على آيات من الكتاب المقدس وكذلك كل مناهج التعليم الديني أربعة وفي كل سر من أسرار الكنيسة فصول من الأناجيل نقطة التسعة تدريب حفظ الآيات أعطانا كده تدريب لحفظ الآيات وأمثلة أنتقق قدسته إلى تدريب حفظ الآيات في نقاط محددة واحد أن نحفظ بعضاً من الفصول الأساسية الهامة في الكتاب المقدس أثنين أن ندرب أنفسنا وأولادنا على حفظ آيات على الأحرف الأبجدية تلاتة ويمكن أيضاً حفظ آيات موضوعية عن موضوع معين روحي أو المعمودية أو ما إلى ذلك أربعة يمكن التدريب على استخدام آيات أثناء الحديث مع الله النقطة العشرة وقبل الأخيرة الكتب التي ألفها قدسته التي تخص الكتاب المقدس قدست البابا ألف ما يقرب من 140 كتاب هنا فقط ما يخص الكتاب المقدس قدست البابا ألف 31 كتاباً تخص الكتاب المقدس فقط 31 كتاب من 140 من بين عامي 1969 حتى عام 2008 31 كتاب التي تخص الكتاب المقدس من تاريخ هذا لذا بعض الأمثلة لهذه الكتب شخصيات كتابية ككتاب آدم وحواء وموسى وفرعون وغيرهما تأملات وتفاسير مثل كتاب تأملات في السفر النشيد والرؤية وتأملات في أمثال السيد المسيح ثلاثة مقدمات في الكتاب المقدس مثل كتاب مصطلحات ورموز في الكتاب المقدس ومقدمة مبسطة للأناجيل الأربعة النقطة الرابعة مسابقات في الكتاب المقدس مثل كتاب مسابقات في الكتاب المقدس وده كان من جزئين هنتقل إلى الـ 31 اسم الكتاب مش هنقولهم كلهم لكن هذه هم 31 كتاب ألفهم قدست البابا خاصة فقط بالكتاب المقدس النقطة الأخيرة توافق بين تعليم قداسته الكتابية وتعليم الأباء قداست البابا المعروف عنه أن كل تعليمه متفقة مع روح الكتاب والوحدة الوحدة في الكتاب المقدس وأيضا متفقة دائما مع تعليم الأباء فلم يكن تعليم قداسته إلا تأكيد لتعليم أباء الكنيسة فهو بالحقيقة امتدادا لهم فلم يكن له فكره الخاص بل هو امتداد لفكر الأباء أخيرا شكرا لحسن استماعكم والسماح لي بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي بل لهذا المحفل المهيب ودعوني أقدم الشكر لروح أبينا قدسة البابا شنودة الثالث من كبرنا على تعليمه وهو من علمنا كل التعليم اللاهوتية وشكرا لحسن استماعكم نحن الباحث عندي أكون بشوي الكوموس يؤنس استاذ العهد الجديد هو مدير مركز معلم الأجيال اللي انت قلته عن البابا شنودة وحفظه للآيات واستخدام الآيات في العزات وفي كل كتاباته أنا سمعت مسلس الرحمات ماري غناطيوس زكا عواص الأول ويصلح لي الأستاذ جيرجي الصالح مرة قال إن فقدنا الكتاب المقدس نستطيع أن نستعيد الآيات من عزات البابا شنودة وكتاباته وبصراحة كل عزاته مبنية على آيات وتعليم أبائي وتقصي وتجد فيها المرح والفكاهة واستطيع بكلامه البسيط كما قلت أن يصل إلى الطفل والكبير إلى المثقف وغير المثقف واستطيع الجميع أن يحيوا بتعليمه الحاجة اللي أنا أضفالك البابا شنودة ليه زاكرة فوتوغرافية يعني يقولك الآية دي هتلاقيها في نص الصفحة على اليمين أو تحت على الشمال زاكرة غير عادية في أي آية ولا في أي موضوع فيعني ربنا اداله هذه النعمة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة